الشعب يريد اسقاط النظام خرجنا مش تغيروا النظام كامل هشي تغيروا السونس العصابة تقعد هنا يا معاتبول الثاني والعشرين من فبراير ليس فقط مجرد تاريخ بداية حرك هو نقطة تحول في وعي الشعب الجزائري لا للعهدة الخامسة وسلمية سلمية وخاصة مدنية ماشي عسكرية شعارات رفعت ضد الاستبداد والفساد وضد حكم العسكر الثاني والعشرين من فبراير تاريخ شعب عظيم أعطى درسا للعالم في التحذر والمدنية والسلمية حتى عندما جبهه العسكر بالقمع والقوة والهروات ولكن يبدو أن السلطة الحالية لا تعترف أنها بمبادراتها الخبيثة تصطو في وضح النهار على مسيرة شعب وحرك عندما أعلنت عن أن الثاني والعشرين من فبراير هو يوم وطني للأخوة والتلحم بين الشعب وجيشه نبلغكم رسميا بأنني مضيت المرسوم الذي يجعل من 22 يوم وطني وسميناه يوم الوطني لاتحام الشعب بجيشه من أجل ديمقراطية هذا هو العنوان ودكين شرف الجريدة الرسمية ونبدأ نحتفل بها سنويا إن شاء الله وما تخليد الثاني والعشرين من فبراير يوما للأخوة بين الشعب والجيش إلا تزوير للتاريخ وقلب للحقائق أليست القيادة العسكرية هي من استغلت الثورة الشعبية للتضحية بولي نعمتها لإنقاذ النظام وتصفية حسابتها وقامت بتوظيف الجيش طيلة العام لمواجهة الحراك الشعبي ومحاصرته للحيلولة دون إحداث التغيير المنشود الجيش ككل مؤسسات الجمهورية ما زال في يد العصابة أداة لحماية السلطة ولم يتحرر بعد وإعلان تبون هو استمرار لنهج المنافقة بالمرافقة الذي انتهجته القيادة العسكرية لتصفية الحرك إن التلحم الحقيقي التاريخي الذي حصل هو تلحم الشعب بكل فئاته ومكوناته ضد النظام الفاسد ومع ذلك فتزوير للتاريخ ترجمة نانسي قنقر